اشتركوا في القناة استخداما في عمليات الحرق لانه له اكتر من استخدام يعني الرأس دي فيها ممكن نستخدم منها الجزء اللي فوق ده المدبب طبعا مش قادر جي نحتل لانها طبعا حرة وناخد بالنا جدا منها وانحنا بنشتغل لانها درجة حرتها بيكون عالية جدا فممكن تقدي الى الحرق فانتبهوا كويس قوي يا ابنائي وبناتي فالجزء اللي بقاشر عليه ده دوت يعتبر اسمه الرأس والجزء اللي هو اللي هو الخط المائل دوت كذلك اللي اتنين دول بنعمل بيهم الخطوط المستقيمة طيب هنشوف دلوقتي مع بعض هنا معنا قطعة الخشب الخاصة بالحرق بالفضل ان قطعة الخشب بيكون لونها فاتح علشان الحرق يبان عليها دلوقتي احنا هنجرب حاجة معاكم زي ما قلت لكم الجزء اللي فوق دوت بنحتاجه في عمل خطوط يعني لو عملت خط كده مستقيم فاشتغل بايه بالسن اللي هو المائل او السن المدبب اللي هو الرأس المدبب خلاص طيب لو حبيت اعمل خط متعرج فامل كده واضح طيب لو حبيت اغمق الخط شوية طول ما احنا بناخد خط كده ويدي خفيفة وماشي بسرعة فبيكون الخط فاتح لونه فاتح طيب لو حبيت اغمق ابطق شوية يعني ابطق ايدي وانا ماشي اوه خلي الاداة تمشي ببطء جديد كل ما كانت ماشي ببطء اكتر كل ما الخط اغمق بقى لونه غامق وكمان الخط سمكه بقى عريض ملاحظين الفرق طبعا طيب عرفنا الجزء الاول بيعمل ايه هو والتاني طيب الجزء التالت اللي هو الجنب المشطوف ده بيعمل ايه بيعمل تزليل يعني بيديني لون علشان ازلل واجسم الاشياء واعمل تباين فيها كل برضو ما مشيت بسرعة بيكون الدرجة خفيفة كل ما ضغط عليه ومشيت بالراحة شوية او ببطء اكتر كل ما كانت درجة غامق اعيد علي كمان مرة يغمق اكتر وده طبعا اللي هننفزه مع بعض في موضوعنا وفي تصميمنا النهارده هنرسم تصميمنا ده النهارده على الخشب هننقله وبعد كده نبدأ ايه نبنى ننفز عليه عملية الحرق لكن قبل ما اا ننقل التصميم لازم نتأكد ان سطح اللي هنا سطح الخشب بيكون ناعم فهنجيب صنفرة دلوقتي وايه ونصنفره كده بسرعة بعد ما انتهينا خدا خلاص من تنعيم الخشب هنبدأ نجيب التصميم اللي احنا عايزينه ونبدأ ايه نطبعه اا لو انا بعرف هرسم مباشرة سهلة جدا يعني سهلة جدا هرسم مركب هرسم بايده على طول مباشرة واعمل اشراع وكده طيب انا عايز اتعامل معاكم بابسط او باقل القدرات انا مسلا ما بعرفش هرسم هعمل ايه هجيب دلوقتي معي التصميم وابدأ بورقة زي دي كده واطبعه على سطح الخشب هتضعه بيها استياز هتضعه بالكربون ده الكربون حط الكربون هنا وعليه الرسمة ونطبع طيب لو مش عندي الكربون خلاص سهلة جدا هقلب التصميم وزي ما قلبته وبعده لابدأ امشي عليه بالايه بعرض الالم الرصاص وعمل عليه هنا كله على المساحة كاملة تصليب الالم الرصاص زي ما احنا شايفين وابدأ اسبتها هنا على الخشب بمجرد ما امشي كده بالرسم خلاص بلاي ان انا ايه تصميم من طبع تحت عندي نا وجدنا نشوف كده اه واضح وهكذا طبعا التصميم وخلصناه هابدأ بقى امسك الاداة من المقبض المقبض الخاص بيها ابدا ما جيش حطوا ايدي هنا ابدا علشان ايه طبعا درجة حرارتها عالية جدا خلاص وهبدأ ايه امشي زي ما قلتلكم بخطوط من خلال السنة هوت ومن الجزء دوت اللي هو سموء النصل عايز خطوط خفيفة هابدأ امشي بسرعة عايزين خطوط تكون غمقة موضوع الحرق يعني هو فن من الفنون الجميلة جدا واللي له قيمة كبيرة جدا الاعمال اللي بتنفس بيه بتكون فعلا اعمال رهيبة ممتازة ولها طابع مميز بيميزه عن غيره من الفنون احدد تاني اماكن الزل فين اماكن الزل هنحددها فين هنحط الغامق والفاتح الضوء جاي منين ولا يكون الضوء جاي مسلا من هنا يبقى الزل هنحتاجه من علي سار اشتركوا في القناة انا هنا محتاجة غمق اكتر شوية لان الجوز اضاف بيكون مرتفع بارز فطبعا بيرمزل هنا على الايه على الخشبة من هنا واللي هو جسم الملكب يعني فانا هابدأ ازل للاكتر بازل للاكتر ان انا بعيد تاني امشي كده بس بالراحة شوية وبعيد مرة تانية فالموضوع ايه يظهر حبيت مسلا اعمل هنا اسحب يبقى بسن الايه بالرأس دي او بالجزء الماية يعني هيزا اعمل هنا تجزعات الخشب ازهرها اكتر فهابدأ اهو واسحب كده على خفيف لو انا عايز اعمل خط ايه بسيط كل ما اعمل الغامق والفاتح دوت طبعا دوت بيعمل تباين في العنصر فبيديني ايه الاحساس بالمصدقية او تجسيم العنصر نفسه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الحرق على الخشب جدا سهل له قيمة كبيرة جدا من ناحية التشكيلية يعني من ناحية الاعمال الفنية اي عمل بيكون فيه حرق على الخشب الحرق بيدي له ميزة بيمتاز بجماله بقيمته الكبيرة الفنية تقنيات من خلال التقنيات البسيطة اللي بنستخدمها بمكينة الحرق زي ما احنا شايفين جدا ممتع وسهل طبعا الاشرعة بتحتاج من هنا تكسيم شوية يعني عشان اخليها لفة دي الاحساس عندنا هاوت بالجزء ده هو فعلا لفف هاو فين بعاج من هنا شوية ده بيطلع من ايه ان هنا سيب اضاءة هنا في النص وغمق من الجزء ده وحتى ان كان في هنا اضاءة فبرضو بتاخد جزء ايه من الغمقان ولو كان حتى بسيط شوية ده بيكون مواجه للضوء اكتر فبيكون نسبة الاضاءة في اكتر زي ما احنا شايفين ايه هتقولي لي في البداية هنا الدوق من هنا المفروض ما يكونش في هنا زل لا طبعا فيه هنا زل الليل ان هو لفف جزء فيه اه لفة كده من الجزء من هنا علشان كده بيبين التكسيم من غير ما عمله مش هيظر التكسيم الجزء ده يكون فاتح على اساس ان فيه هوا مواجه له فالهوا ايه اه هيبقى معلي او مخلي الجزء دوت عالي اكتر فمواجه للضوء ولما يوجه للضوء بيبقى كونه لونه فاتح على العكس تماما من الاجزاء اللي هي اللي هي فيها اللفة او فيها انحناء زي اللي قدامنا دي فهتكون فيها الدرجات اكسر اه اه غمقانا من الاجزاء الفتحة علشان اشعر في النهاية كاني بلون علشان اشعر في النهاية بتكسيم الشراع ويزهر لي ايه اللفة اللي موجودة فيه الشراع اتمنى يعني يكون الكلام واضح ويكون مفهوم ليكم يعني اه تقريبا نفس نظرية الجسم القروي في تزليله وتكسيمه الجزء دابي يكون افتح شوية على اساس برض ان هو فيه لفة او فيه انحناء من مواجهة الهواء وبنتخيل بقى شوية شوية كده لحد ما نوصل للجزء او للتكسيم السليم كده يا ابنائي وبناتي نكون وصلنا لنهاية درسنا النهاردة والحرق على الخشب قديت درس جدا سهل من خلال بعض التقنيات اللي تعلمناها في اول الفيديو ونقدر من خلالها ننفذ الدرس بكل سهولة درس فعلا ممتع ونتيجة كويسة جدا وانصحكم لما تجوا تنفذهم تنفذوا يعني حاجة قدامكم زي كده تبدأوا تعملوا زيها اول مرة بعد كده ممكن تتخيلهم وتنفذهم من خيالكم اتمنى ان شاء الله ان الموضوع يكون عجبكم وان الدرس يكون كان سهل وفقت في تقديمه واتمنى ان انا ان شاء الله التقي بكم في فيديو تعليم جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة